اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضافت الى ختم النادي والتي تؤكد تنازل عن اللاعبين جورج ورافايل دولمايه لكن نادي الجلائد دعا ان هناك تزوير في الاوراق بحسب قوتراش دعونا نتابع جزءا من حديث بشار عازر ونعود لنتوسع بتفاصيل المشكلة الحاصلة احنا خلال هالجلسة هاي ما شفنا اي وسيقة بالدل على تنازل من الادارة القديمة لللاعبين جورج ورافايل دولمايه ولا كان مطروح هذا بشكل من الاشكال لانه نحن وقت اللي استلمنا كان فيه تشجيع كبير مننا لجورج ورافايل انه عب يلعبوا ورح يتابعوا بالفريق وهنين تحت الرعاية رفايل سنتين عنده جورج عنده سنة وكان فيه تجاوب من اللاعبين لاحظت ما كنا عرفانين شيء وحتى والد اللاعبين اجتمع معي اكتر من ثلاثة اربع مرات اللاعبين اجتمعوا معي اكتر كمان من ثلاثة اربع مرات واخر مرة اللاعبين طلبوا يشوفوا الادارة صار في تغيير مفاجئ برغبة اللاعبين بترك النادي ما كنا بنعريخ الفيتا دينا نسمع انه فيه تنازل وقع من دكتور انطوان عدتة والادارة الاديمة لرافايل وجورج بنفس يوم الاستقالة يعني تاريخ الاستقالة اخر جلسة عقدت للادارة الاديمة وقع فيها تنازل لرافايل ولجورج الحقيقة فيه علامة استفهام في الموضوع ادارة عبتستقيل بتوقع تنازل للعبين اساسيين بفريق الرجال نتفاجأ بعدين بوسائل التواصل الاجتماعي انه جورج دولمايين وقع بنادي الكرامة وانه فيه وسيقة تقدمت فيها تنازل من الدكتور انطوان عدتة والادارة السابقة بهالموضوع استفسرنا عن الموضوع وحققنا سبت لنا شغلة مهمة انه الحنى دولمايين اللي هو والد اللاعبين صور بهاتفه الخليوي وسيقة كام ميضية الدكتور عدتة واخذ هالصورة طبعا وتقدم فيها لاتحاد كوريت السلي انه هو معه تنازل عن الولدين طبعا الفيديو الذي تحدث به رئيس نادي الجلاء مدته حوالي ربع ساعة لا يمكن عرضه بشكل كامل واختصرناه بابرز جزء بقضية الاخوين جورج ورافايل دولماي اما بيان التنازل بحسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تحدث عنه رئيس اتحاد كوريت السلي طريف قطرش في فترة سابقة فجاء في هذا البيان مجلس ادارة نادي الجلاء الرياضي بجلسته رقم خمسة تاريخ تسعة ستة الفين وثلاثة عشرين قرر الموافقة على نقل كشف وعضوية اللاعبين جورج حنى دولماية تولد الفين واثنين ورافايل حنى دولماية تولد الفين وثلاثة الى نادي اخر بحسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا البيان الذي رفعه طريف قطرش في الفيديو الذي عرض على الصفحة الرسمية لاتحاد كرة السلة على فيسبوك وتم عرضه بالامس تعليقات كثيرة وردود فعل على هذه الازمة على مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعضا منها كامل أعلق للصراحة الخطأ عند اتحاد السلة لتجاوزه القوانين الكتاب لم يخرج من نادي الجلاء ولم تبلغ به تنفيذية حلب وبالتالي اتحاد السلة لم يبلغ به رسميا متى كانت الكتب والقرارات تعتمد صورة موبايل ممكن تكون معمولة فوتوشوب القانون واضح وهناك حقوق مالية للجلاء اتحاد السلة أدخل الجميع بمشاكل ما إلها داعي بحسب ما تحدث في هذا المنشور المطول والذي اختصرناه قليلا حول هذه المشكلة حسان كتب منشورا على فيسبوك قائلا أيضا الشد والجذب ما زال مستمرا من اتقال الأخوين دول ما ينادي الكرامة تحدث بأنه لم يقدم على تعاقد قبل أخذ موافقة رئيس اتحاد كرة السلة بهذا الخصوص رئيس اتحاد كرة السلة طريف قوترش قال بأن لديه وثيقة تنازل موقعة من إدارة الجلاء السابقة تفيد ببراءة ذم اللاعبين مع الجلاء يضيف حسان في منشوره أيضا رئيس نادي الجلاء بشار عازر تحدث منذ قليل بأن الكتاب الأصلي لبيان التنازل غير موجود وأن ما لدى اتحاد السلة هو فقط صورة فوتوكوبي وأيضا لم تتم مخاطبة نادي الجلاء أصلا بهذا الخصوص أو حتى التأكد من صحة كتاب الاستغناء ولم يتم دفع أي مبلغ مقابل الاستغناء أين الحلقة المفقودة بهذه المشكلة يتساءل أيضا تعليق من فادي على منشور الاتحاد كرة السلة قال فيه كيف يعني عم تمشي على ورأة بتصوير موبايل فرجينا الورأة الأصلية بعدين إذن لا نمشي على صورة الموبايل وين المحضر المثبت بالنادي كأنه في شي غلط أيضا تعليق من محمد قال فيه أستاذ طريف ما سألت حالك شلون نادي بحجم الجلاء بيستغني عن لاعبين نجوم بالفريق الأول وهن لسه رعاية بدون مقابل شي مبحك بس يلا كله في هذا المنتخب ويتم عنده داعم بصير كل شي أيضا تعليق أخير من بسام قال كيف نادي الجلاء بده ياخد حصة من العقد إذا العقد مسجل 50 مليون مثلا ولاعب أبض من تحت الطاولة 200 مليون مسخرة بحسب تعبيره رئيس اتحاد كرة السلة كان قد قال في الفيديو الذي عرضناه بالأمس أنه على الرئيس السابق لنادي الجلاء أنطوان عدت أن يلجأ للتحليل الجنائي لمعرفة ما إذا كانت الأوراق مزورة أم لا موضحا بأنه فيما يتعلق بانتقال اللاعبين سيكون هناك حصة لنادي الجلاء حسب قيمة العقود في حين لم يعلق نادي الكرامة على الأمر ولم يتحدث عن الأوراق التي وصلته كما أنه لم يتبين حتى هذه اللحظة فيما إذا كان الأخوين دولماي سيكملان موسمهما مع نادي الجراء الجلاء نادي همال أصلي أم نادي الكرامة طبعا النادي الحمصي أعلن عن تعقوده منذ أيام مع اللاعبين رافايل وجورج دولماي كما نشاهد في المنشور الأول كتب النادي رسميا رافايل دولماي في صفوف النصور للموسمين القادمين قادما من فريق الجلاء وفي المنشور الآخر وضع النادي الكرامة صورا من تقديم اللاعب جورج دولماي إلى أخبار كرة القدم تعرض المهاجم السوري عمر السوم لاعب العربي القطري للعديد من الانتقادات الحادة بعد أن قدم مستوى متواضع في الفترة الأخيرة وخاصة في الدرب أمام الريان الذي خسره فريقه بهدف وحيد جاء في الوقت بدل الضائع من المباراة السوم أهدر فرصتين محاققتين في الشوط الأول ليصعب المباراة على فريقه ويتعرض لسلسلة انتقادات من الجماهير والمحللين والمتابعين الرياضيين ردود فعل كثيرة على أداء عمر السومة نقرأ بعضا منها محمد الشيب كتب على موقع اكس كل الشكر للاعبين العربي قدمتم مباراة كبيرة ما عدا عمر السومة وهذا حال الكرة إذا ما تسجل يسجل عليك والريان استغلوا الفرصة وسجلوا ويستحقون الفوز عايف كتب أيضا على موقع اكس السومة بعد ما قدم موسم تاريخي مع العربي وحقق لنا بطولة توقعنا بنشوف شيء خيالي ومرعب منه ولكن الواقع أنه طلع سيء بشكل غريب جدا جدا ما له أي وجود بالملعب لا بالتسجيل ولا تمركز ولا يشتد دفاع الخصم ولا يضغط تساؤل بعيدا عن العطفة شنو سبب نزول مستوى السومة في الآوينة الأخيرة أيضا شهين كتب منشورا على موقع اكس المساكني السومة ممكن أحد يفهمنا بالوضع اللي حاصل معاهم بالضبط فجأة ما يعرفون يلعبون كرة فجأة كل ما تيجي الكرة قدام بدلا لا يروح للمرمى يرجعها للخيار اللي خلفه بدلا من اللي جنبه لاعبين بحجم أو لاعبين بحجم المساكني والسومة بهذا المستوى المخزي اليوم لا بد ما ينسكت عنه تحقيق بطولة لا يعني اللعب على الواقف والاستهتار ويتساءل أيضا السومة عرق اليوم أصلا في منشوره الطويل الذي قرأنا جزءا منه يخص المهاجم السوري إلى الدوريات الأوروبية حقق أتلاتيكو مدريد فوزا غاليا على جاره ريال مدريد وهزامه بثلاثة أداف لواحد في ديربي العاصمة الإسبانية الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو في الأسبوع السادس للليجة وقع على أداف رخ بلانكوس كل من لارو موراتا في مناسبتين وانتوان جريزمان بينما حمل هدف ريال الوحيد توقيع اللعب الألماني توني كروس في الضقيقة الخامسة وثلاثين بذلك رفع أتلاتيكو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس في حين خاسر ريال مدريد الصدر لصالح الغريم برشلونة وتراجع للمركز الثالث برصيد خمس عشرة نقطة الرسم التكتيكي لم يتغير لكننا لم نبدأ بشكل جيد ولم ندافع كما ينبغي إذ لم نتمتع بالقوة الكافية فقد كان أداء أتلاتيكو أفضل منا اليوم كنا قريبين من الفوز لكن النتيجة حسمت كل شيء بعد الهدف الثالث أصبحت الأمور أصعب ربما كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل وبالطبع الفريق لم يفعل ما أريده وهذه مسؤوليتي وأقل ما يمكنني فعله أن أتحمل المسؤولية هذه الهزيمة يمكن أن تكون فرصة لنا من أجل تصحيح المسار أنا سعيد لأن الفريق لاعب مباراة جيدة تراجعنا كثيرا بعدما كنا متقدمين بهدفين ثم منحناهم خيارات أفضل لللاعب في وقت افتقد الريال لوجود خوسيلو في الملعب وجهنا صعوبة أمامهم بالطبع بعدما استقبلنا الهدف الأول في الشوط الثاني لو كنا استقبلنا هدف التعادل منهم لكنا معرضين للخسارة ولكن هدف موراتا جاء في وقته ليضع المباراة في المسار الصحيح الشيء المهم هو أن الفريق استعاد روحه لأنه إذا تعافى فلا يهم من المنافس حتى لو كان ريال مدريد التسؤولات المطروحة بعد هذه المباراة هل كان أتلاتيكو مدريد جيدا في هذه المواجهة أم أن سوء أداء ريال مدريد بشكل عام والتشكيلة التي لعب بها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مكنت أتلاتيكو مدريد من هزيمة جاره ريال مدريد طبعا أنشيلوتي أشرك في البداية اللاعب جود بيلينجهام في خط الهجوم ولم يشرك المهاجم خوسيليو بيلينجهام لعب إلى جانب رودريغو في المقدمة ووراءهم كان لاعب الكرواتي المخضرم لوكا مودريد هذا اللاعب استبدله أنشيلوتي مع بداية الشوط الثاني تماما وأدخل خوسيليو لكن نادي أتلاتيكو مدريد أو فريق أتلاتيكو مدريد سجل الهدف الثالث في مرمى ريال مدريد وانتهت المباراة بعد ذلك دون أن يعوض الفريق الملكي جولة في الصحافة الرياضية الإسبانية وماذا كتبت عن خسارة الريال أمام جاره أتلاتيكو مدريد نبدأ مع صحيفة ماركا التي عنونت الأتلة الكبير ثلاث رأسيات تتعب مدريد المضطرب والضعيف بدأ ريال مدريد بدون مهاجم وانتهى الأمر به مكسورا وبدون القدرة على الرد خسر الفريق الأبيض سجله الخالي من الهزائم وفقد صدارة الليجة لصالح برشلونة إلى صحيفة أس التي كتبت وعنونت الأتلة بالمكان الصحيح تفوق الفريق الأحمر والأبيض في الديربي بثلاث رأسيات مرات السجلة ثنائية كارثة الفريق الأبيض كانت في الدفاع قرارات الحكم البيرولا رخص كانت مثيرة للجدل طبعا ثلاثة أهداف سجلت بنفس الطريقة نسخة طبق الأصل الأهداف الثلاثة لنادي أتلاتيكو مدريد ولم يتدارك فريق ريال مدريد الأخطاء بالنسبة للمدافعين وحارس المرمى أيضا بعض ردود الفعل عن ديربي مدريد نأخذها من حسابات المتابعين على منصة إكس والبداية مع أحمد أبو قورا الذي كتب خوسيليو لو كان في التشكيلة الأساسية بالتأكيد لن يقوم بتغطية قلبي الدفاع الساذجة في الهدفين أو ينظم عشوائية الفريق ويقلب المر شهدة لكن كيف تكون مكافأة اللاعب المجتهد هي الدكة كيف للاعب قد يكون طوق نجاة بالعرضيات أمام فريق متكتل أن لا يلعب أسئلة لن نعرف إجاباتها محمد عبد الكريم مشجع لريال مدريد قال عزيزي المدريدي سترى مثل هذه الكوارث كثيرا وسترى نتائج كبيرة للبرشة والأتلاتيك وغيرهم فحاول تتعايش مع الوضع فلورنتيرون بيريز يركض خلف لاعب ونسي الفريق ما فعله هذا الموسم شيء لم يحدث أبدا في مسيرته ولا يصدق إطلاقا أمير عبد الحليم قال سيبك من كل اللي أذان به أنشيلوتي لا يمكن أسامحه على أن مرات السجل في ريال مدريد خمس مرات والخمس كانوا وهو مدرب بريال مدريد خرجوا من دوري أبطال 2015 والنهاردة خسره أول مطش في الموسم بحسب ما قال طبعا الفارو مورات أصبح هدفا للدوري الإسباني بالتشارك مع اللعب ليفانتوفسكي لعب نادي برشلون إلى فرنسا والكلاسيكو حيث حسم باريسن جرمان القمة لصالحه واكتسح مرسيليا بأربعة هدف دون رد على ملعب حديقة الأمراء سجل ربعية الفريق الباريسي كل من أشرف حكيمي وكولوم واني إضافة إلى جونزالو راموس في مناسبتين وبهذا الفوز رفع سن جرمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد مرسيليا عند 9 نقاط في المركز السابع أما في إنجلترا أمطر نيو كاسل يونيتد شيبكا مصطدف شيف هيلد يونيتد بثمانية أداف في المباراة التي جمعت الفريقين بالأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز أسجل أهداف المكبايس كل من شون لونغ ستاف ودان بورن وسفين بوتمان وكولوم ويلسون وانتوني جوردون وميشيل ميرون وبرونو جيماريش وأليكسندر إزاك وبحسب شبكة أوبتا للحصائيات فإن نيو كاسل أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ثمانية هدف في مباراة واحدة عن طريق لاعبين مختلفين في مباراة أخرى وصل ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا بتغلوبه على ضيفه ويست هام بثلاثة هدف لهدفه وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آنفيلد تقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عشر من ركلة جزاء عن طريق الدولية المصري محمد صلاح لكن ويست هام أدرك التعدل في الدقيقة الثانية والأربعين برأسية جارد بوين وفي الشوط الثاني نجح الأورغويني داروين نونييز في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الستين قبل أن يضيف البرتغالي ديوغو جوت في الدقيقة الخامسة والثمانين الهدف الثالث ويعتبر هذا الانتصار هو الخامس على التوالي للردز في الدوري والسادس له في جميع البطولات ليرفع رصيده إلى ست عشرة نقطة منفردا بالمركز الثاني ويستمر في ملاحقة مانشستر سيتي المتصدر لجد ولترتيب البطولة برصيد ثمانية عشرة نقطة بينما تجمد رصيد ويستهام عند عشر نقاط انتهى الشرطات إلى اللقاء